موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع كالمعتاد اهم ما تقوله الصحف العربية الصادرة اليوم وما جاء ايضا في المواقع الاخبارية البداية مما يتعرض له الصحفيون وادوات اعمالهم حيث انه وبعد وسطات وجهود مطنية تمكنت نقبة الصحفيين اليمنيين من اخراج المسلحين الذين استولوا على مقرها في عدن لكن كل ذلك تغير فقد عاد المسلحون من جديد للسطو على المبنى الواقع فيه ووفقا لموقع الموقع بوست فان احد وكلاء محافظة عدن اعاد المسلحين الى مقر النقابة وادانت نقابة الصحفيين اليمنيين عودة المسلحين الى مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن وقالت النقابة في بيان لها ان وكيل محافظة ومسؤولا كبيرا في سلطة محلي كريتر تم ذكر اسميهما في بيان للنقابة قام باعادة احد المسلحين الى مقر النقابة بعد ان تم اخراجه وعدد من المسلحين من قبل السلطات المحلية الشهر الماضي ولفت بيان صادر عن نقابة الصحفيين الى ان عودة هذا المسلح جاءت بعد ان تم اخراجه واخرين في اطار الحملة الوطنية للقضاء على البناء العشوائي واخراج المقتحمين للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة وطالبت النقابة نقابة الصحفيين وزير الداخلية ومحافظة عدن ومدير الامن بايقاف مثل هذه التصرفات والاعتداءات كما طالبت باخلاء مقر النقابة من اي مسلح وبتوفير الحماية الكاملة له موقع مصدر اونلاين عنونا في صفحته الرئيسية الحوثيون يخطفون مريضا من العناية المركزة بمستشفى حكومي في العاصمة صنع وقال مصدر محلي للموقع ان مسلح جماعة الحوثي والقوات الموالية للصالح اختطفوا مريضا من قسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري في العاصمة صنع وافاد المصدر مصدر اونلاين بان الحوثيين يقودهم القيادي الحوثي الاشول وابو خالد خطفوا بالقوة محمد صالح العبدي وهو في حالة حريجة ويخضع لعملية زرع اوردة وشرين يتابع المصدر العبدي تعرض لاطلاق نار في شارع حدى وتم نقله الى المستشفى العسكري وقال المصدر ان الحوثيين اقتادوا العبدي الى سجن منطقة الوحدة رغم حالته الصحية المتدهورة كما اخفوا ملفه الطبي من المستشفى واخذوه بينما كان الطبيب يزرع الاوردة والشرين رغم انه يحتاج الى عناية خاصة ليستكمل العلاج الهيبارين لكي لا تتوقف الاوردة والشرين التي تم زرعها رقص الافاعي في اليمن تحت هذا العنوان كتب الصحفي العربي صبحي حديدي مقاله المنشور في صحيفة القدس متحدثا عن ما وصفها بمصرحيات المخلوع صالح الرئيس المخلوع لعبدالله صالح لا يختتم مسرحية ميلودرامية الا لكي يباشر اخرى لا تقل ركاك ولكن ايضا ودائما لا تخفف البتة من اضافة الاهالة على جراح اليمنيين والاستهتار بعذاباتهم والامهم اخر ما ابدع في مضمار فنونه هذا انه رضخ لقرار اللجنة العامة لحزبه الذي قضى برفض رغبته في مغادرة البلاد الى هافانا لتقديم واجب العزاء في فيدي الكاسترو واما الفصل الاول في المسرحية فقد كان الطلب الذي تقدم به صالح الى مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة لتأمين طائرة اممية خاصة تنقله الى هافانا وتعيده منها الى صنعاء ليس الرجل ملتاث العقل بالطبع فهو الذي يؤثر وصف نفسه بالراقص بين الافاعي تلك التي تبدأ من خصومة في الجنوب ولا تنتهي عند خصومه السابقين خلفائه الحاليين من جماعة الحثي لكنه الى جانب الرقص على الجثث يجيد اللعب على التحولات التي تصيب القوى والدول والقيادات ويتقن التنقل في الهوامش البينية حين ينقلب الحليف عدوا والعدو حليف كما يحسن استثمار مآزق الاخرين اثناء انحشارهم في الوقت الضائعي تحديدا اكملت الحكومة اليمنية تأمين سواحل بحر العرب التي تمثل نقاط استراتيجية لتهريب الاسلحة للحوثيين والتنظيم القاعدة ببسط نفوذها على ساحل محافظة شبوى وفق موقع يمن مونيتر اضاف ان القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العربي انتقلت الى محافظة شبوى لمواجهة تهريب الاسلحة للحوثيين ولانتشار تنظيم القاعدة ولمنعه من السيطرة على سواحل البلاد الجنوبية بعد طرده من سواحل المكلة وزنجبار عاصمتي حضرموت وأبيان قالت مصادر حكومية ان قوة عسكرية تم تدريبها مؤخرا انتشرت على السواحل التابعة لبلدة رضوم وبسطت نفوذ الدولة فيها تمهيدا لعودة الاستقرار والخدمات الحكومية قال مصدر عسكري ليمن مونيتر ان الانتشار العسكري الذي اكتمل يوم امس يأتي ضمن خطة الحكومة والتحالف لتأمين الطريق الساحلي جنوب اليمن بشكل كامل من حضرموت مرورا بشبوى أبيان أصلا إلى عدن موقع السهريج نيوز عن هنا في صفحته الرئيسية أول طائرة تجارية تهبط في مطار عدن بعد عام وتسعة أشهر من التوقف قالت التفاصيل طائرة شحن دولية أسترال أفييشن تتبع خطوط الشحن الكينية تحمل أطنانا من الأدوية لرفض السوق المحلية في عدن هبطت في مطار المدينة أكد طارق عبدو مدير عام مطار عدن الدولي أن الشركة المكلفة بتأهيل المطار استكملت كافة أعمالها وفق المخطط المحدد لها علق الموقع سيعاوض مطار عدن الدولي استقبال رحلات الطيران التجاري بعد فترة توقف دام قرابة بعد فترة توقف دام قرابة العامين بسبب الأحداث غير المستقرة التي عاشتها العاصمة المؤقتة عدن هذه المرحلة التي تشهد ارتباكا أمريكيا واضحاً مع حالة الانشغال بالاستلام والتسليم بين الإدارتين الأمريكيتين عدا عن انهيار جبهة الإنقلابيين وتصدعها في الداخل هي المرحلة الأنسب وفقاً لما كتبه نبيل البوكيري في مقاله المنشور في العرب الجديد ربما قد تكون الفرصة الأخيرة قبل اشتداد الضغط حتى على السعودية نفسها جراء كل هذه المتغيرات لحسم المعركة في اليمن والقضاء التام على النفوذ الإيراني قبل تمكنه وتحكمه وتحوله إلى خلايا سرطانية سريعة الانتشار إلى كل عواصم الخليج ومدنه المصابة بهذا الفيروس كما انتقل من العراق إلى سوريا ولبنان سابقاً وصولاً إلى صنعاء فهل تعي الشرعية اليمنية هذا؟ وكذلك التحالف فالمعركة مصيرية ولا تحتاج إلى مزيد من الوقت فكلما طال أمد الحسم وتعقدت الأمور أتيح مزيد من الفرص للانقلابيين لالتقاط أنفاسهم في معركة سلبتهم كثيراً من قوتهم وقدرتهم لكنها لم تسلبهم الإصرار والمراوغة والمناورة المدعومة دولياً للحفاظ على هذا المشروع الطائفي للتوظيف السياسي ضد المنطقة لابتزازها وتهديدها الدائم كلما جرى ذلك فكرت الجماعة الانقلابية بالنهوض والاستيقاظ من نومها وكبوتها وتخلفها الحضاري نذهب إلى موقع التغيير نت الذي يتابع الشؤون اليمنية الخارجية عنونا في صفحتي الرئيسية وقال أعطلت الولايات المتحدة صدور بيان اقترحته مصر في مجلس الأمن يدين ويجب تشكيل الحوثيين وصالح حكومة في صنعا ووفقاً للصحيفة الحياة اللندنية فإن بريطانيا التي تتولى ملف اليمن في مجلس الأمن امتنعت عن إعداد مشروع بيان رداً على إعلان الحوثيين وصالح تشكيل حكومة الأمر الذي دفع مصر بالتنصيق مع الحكومة اليمنية ودول عربية إلى طرح مشروع البيان لكن الولايات المتحدة طلبت مزيداً من الوقت للتشاور في شأنه قال السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليمني إن مشروع البيان المصري ممتاز ويجب أن يصدر عن المجلس لأنه يجب الخطوة التي قام بها الإنقلابيون ويعتبرها خطوة لاغية يدعو الدول إلى عدم التعامل مع الحكومة المعلنة من جانب واحد وينص مشروع البيان المصري على أن الحكومة المعلنة من طرف واحد في صنعاء هي انتهاك واضح لقرارات المجلس الأمن وبينها القرار 22-16 وتقوض جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء مزاع في اليمن من خلال العملية السياسية لم تتمكن ميليشيا الحوثي ومساندوها من منع الشغف الرياضي حيث حرص اللاعبون على تجاوز كل الصعوبات التي تواجههم وفقاً لموقع المشاهد نت فقد تواجى فريق وحدة صنعاء توجى ببطولة كأس الاستقلال لثلاثين من نوفمبر بعد فوزه على فريق العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب نادي وحدة صنعاء وكانت بطولة كأس الاستقلال لكرة القدم التي نظمها مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة قد انسلقت الأحد الماضي بمشاركة ثمانية أندية تشمل كلاً من الأهل الوحدة الشعب 22 مايو اليارموك العروبة الشرطة وأزال وأقيمت البطولة على مدى خمسة أيام بنظام خروج المغلوب نفذ عشرات الناشطين والحقوقيين في عدن وقفة احتجاجية أمام مدخل منطقة معاشيق الرئاسية بالعاصمة المؤقتة للتنديد بعمليات الإخفاء القصري والتي طالت عشرات المواطنين وكذا بالإجراءات غير القانونية التي تتخذ بحق مئات نزلاء السجن المركزي وبقية السجون المختلفة وفق ما قال المحتجون لموقع الموقع بوست وثق هذا الاحتجاج في صور نتابعها سوياً مشاهدين الصحف العربية ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا مستمرنا في كشك الصحافة وإلى الصحافة العربية حيث تابعت صحيفة القدس العربي تطورات الأحداث في اليمن علقت الحرب تتجه نحو التعقيد في ظل تعثل جهود التسوية وإصرار كل طرف على انتظار ساعة النصر التي لم تحالفه بعد تقول الصحيفة المتحاربون اليمنيون يؤمنون كثيراً بالمقولة الشائعة النصر صبر ساعة والحرب الراهنة في اليمن طحنت جميع الأطراف المتحاربة في الجانبين الإنقلابي والحكومي وكلهم في انتظار ساعة النصر التي لم تحالفهم بعد في محاولة كل منهم لتحقيق حلمه ورأى هذه الحرب المجنونة ولو في اللحظات الأخيرة تتابع القدس الحثيون لم يعد في جعبتهم شيء يمكن أن يقدموا لإقناع الناس بسلامة المعركة التي يخوضونها منذ أكثر من عامين ضد شعبهم الذي يسعون إلى حكمه بقوة السلاح فقد قدموا نماذج كارثية لسلطتهم في كل المجالات وتبخرت كل الوعود والأحلام الوردية التي كانوا يمنون الناس بها في حال تسلموا مقاليد الحكم في البلد ترى القدس أن الخاسر الأكبر من هذه الحرب هو المخلوع صالح لأنه دمر كل ما بناه لنفسه ولعائلته وفوق ذلك قدم جيش النخبة الحرس الجمهوري لقمة سائغة لحلفائه الانقلابيين الحثيين بتدميره عبر الدفع به نحو اجتياح المدن في وسط وجنوب اليمن سخر صالح هذه القوات النخبوية لتكون أداة بيد الحثيين لمجرد الانتقام من خصومه السياسيين فدمرها بشكل مهين بعد أن كان يعول عليها كثيرا في حماية البلد ونذهب إلى صحيفة العرب الجديد والتي وصفت أوضاع المنظمات الإنسانية العاملة في ظل وجود ميليشيا الحثي بأنها محاصرة وأن ضغوط جماعة الحثيين على العمل الإغثي في اليمن الذي تقوده منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتزايد وسط استمرار صمت المنظمات يأتي هذا في الوقت الذي داعت فيه الحكومة اليمنية مؤخرا المنظمات إلى العمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل التمتع بحرية العمل التي تمكنها من تقديم الخدمات إلى المتضررين من الحرب في هذا الإطار وفقا للعرب الجديد قررت منظمة الأغذية والزراع الفاو تعليق ورشة عمل كان من المقرر أن تستمر لأسبوع وتجمع عددا من المنظمات الدولية والمحلية وذلك بعد اقتحام عناصر أمنية لموقع الورشة ليومين متتاليين وتهديد الموظفين الأجانب فيها يؤكد مصدر إغثي كان مشاركا في الحدث أن عناصر ملثمين ومسلحين اقتحموا فندق البستان غرب مدينة صنعاء واعترضوا ورشة العمل تعلق الصحيفة إن المنظمات تخشى من التضييق عليها وإيقاف بعض نشاطاتها أو من حرمانها كليا من المشاركة في إغاثة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون هل ضاعت الفرصة لمراجعة سياسات الدول المتقدمة صناعيا؟ للأسف نعم، هكذا يجيب المفكر برهان غليون في مقاله المنشور في العرب الجديد ليس لأن هذه السياسات لا يمكن التراجع عنها أو تغييرها بعد الآن فمن الممكن في كل لحظة العودة نحو سياسة دولية أكثر شمولية ورؤية مستقبلية إنما لأن الطغم والنخب الحاكمة في هذه الدول أصبحت حبيسة حسابات انتخابية وأجندات شخصية وسياسية ضيقة الأفوق وقصيرة المدى لا تسمح لها بالتفكير في المستقبل البعيد بل ربما القريب ولأنها فقدت الروح النقدية التي تمكنها من إعادة النظر بسياساتها وإدراك أن ما كان صالحا في هذه السياسات منذ قرن لم يعد يمكن المراهنة عليه اليوم مع تزايد مشكلات الفقر والتهميش الجماعية والحروب وتدمير البيئة الطبيعية والأهم النفسية والاجتماعية عند الإنسان ولأنها أصبحت رهينة محبسيها الأنانية والقومية والحسابات الضيقة التي تتحكم بالسياسة في كل دولة وحاكمية الريخ والتراكم الرأس مالي وأولويتهما في تحديد سياسة إدارة الموارد البشرية والنزاع الوحشي عليها فهي لا ترى أمامها أكثر فأكثر إلا الظلام والسواد والخطر ولا تجد طريقا للخلاص إلا بالعودة إلى ردود فعل الخائف والمرتعب والخاسر سلفا أو الذي يشعر بأن القدر ينقلب عليه وهو ينقلب بالفعل وهو ما يفسر نزوع السياسيين الطموحين والفاقدين أكثر فأكثر لثقتهم بالسير الطبيعي والناجع للآليات القومية والرأسمالية معا إلى تبني أيديولوجيات غصب التاريخ والنقوص على مبادئهم نفسها واستبدالها بقيم العصر البربرية الجديد عصر الكراهية والعنصرية والعداء للأجنبي أي أجنبية المختلف والانكفاء بشكل أكبر على الأجندات القومية التي تشكل هي نفسها اليوم السبب الرئيسي لتداول البيئة الدولية الفكرية والسياسية والاقتصادية مشاهدين إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي تابعت أشأن اليمني وتحديدا ما يجري في محافظة شبوة والتي شهدت عمليات انتشار واسعة لجيش الوطني وتحدثت الصحيفة عن أهم مشروع استثماري يفترض تأمينه بصورة كاملة وعلقت بالحاف أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن تقول الصحيفة يعد ميناء الغاز في بالحاف أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن حيث كان يوفر إرادات بنحو أربعة مليارات دولار سنويا وفي إبريل عام 2015 قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال والبدء في إجلاء موظف الموقع نظرا لتزايد التدهور الأمني حول منطقة بالحاف بعد انقلاب جماعة الحوثي وصالح على الشرعية في صنعاء يذكر أن الميليشيات الإنقلابية تمددت إلى محافظة شبوة غير أنها لم تصل إلى منطقة بالحاف وفي ذات الفترة سيطرت المقاومة الشعبية من أبناء محافظة شبوة على ميناء بالحاف وأعلنوا حمايته ويناشد مسؤولون في المحافظة الرئيس هادي وقيادة التحالف العربي الإسراع في إعادة تشغيل ميناء الغاز بمنطقة بالحاف المغلق منذ شهر إبريل عام 2015 حتى الآن صحيفة الاتحاد تبعت الشأن اليمني وعنونت في إحدى صفحاتها قالت بعد صدور تقرير دولي يكشف عن استمرارها في تهريب الأسلحة للإنقلابيين في اليمن إيران تفشل جهود ولد الشيخ قالت الصحيفة لم تتوقف التقرير الإقليمية والدولية على مدار السنوات الأخيرة عن الحديث عن تهريب إيران لشحنات الأسلحة للحوثيين في اليمن ولعل التقرير الأخير الذي صدر خلال الأيام الماضية هو بمثابة دليل آخر على المدى الذي وصل إليه العبث الإيراني حيال أزمة اليمن تابعت الصحيفة إيران تسعى من خلال سياساتها ودعمها للحوثيين وحليفهم صالح إلى استمرار الحرب في اليمن بل وتقسيمها ونقل الصراع منه إلى بقية دول المنطقة ومما لا شك فيه أن تهريب شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين ولحليفهم صالح تعمل أيضا على تقويض العمل المهم الذي يقوم به المبعوث الخاص المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل الدشيخ والرامي إلى التواصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع وفق المرجعيات المتفق عليها ويعمل أيضا على إطالة أمل الحرب وصلت إلى مدينة تشابيكو البرازيلية جثمين خمسين من أعضاء فريق تشابيكو ينسي الذين قضوا في تحطم طائرة الاثنين الماضي في كولومبيا ووفقا لصحيفة الحياة الاندنية نارت الألعاب النارية سماء المدينة مع هبوط طائرتين لسلاح الجو البرازيلي ونقلت الطائرتين الجثمين الخمسين الذين كانوا ضمن واحد وسبعين شخصا قضوا في تحطم طائرة مساء الاثنين في مدين بكولومبيا تتابع الصحيفة كان أعضاء الفريق متجهين لخوض أهم مباراة في تاريخ النادي مع مضيفه أتليتيكو ناسيونال الكولومبي ولم ينجسوا ثلاثة لاعبين من الفريق في الحادثة تتابع الصحيفة أثارت كارثة النادي البرازيلي صدمة في عالم الكرة كرة القدم إذ ستخصص العديد من البطولات والمصابقات ستخصص دقيقة صمت حدادا على الضحايا مع انطلاق مباريات النهاية الأسبوع ومباريات أوروبية الأسبوع المقبل الحرب في اليمن فرصة لترامب لإحداث تغيير إيجابي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحت هذا العنوان كتب رائد صالحة تقريرا موسعا من واشنطن وقال في أجزاء منه خرج محللون أمريكيون باستنتاج قد يبدو للوهلة الأولى مثيرا للاستغراب وهو أن الحرب الأهلية في اليمن ستكون المحكة والاختبار الحقيقي لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رغم أهمية وخطورة صراعات أخرى في المنطقة والسر هنا يكمن في أن موقف ترامب من حرب اليمن سيوفر فرصة لالتقاط رؤية واضحة للسياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة وفرصة أخرى لاستكشاف هوية الجماعات الاستشارية التي سيستمع لها الرئيس الأمريكي الجديد الذي يمثله في الإدارة مستشار الأمن القومي الجنرال المتقاعد مايك فلين وهو تيار يركز على محاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة أم أن ترامب سيميل أكثر إلى تيار المحافظين الجدد الذين يرون في النفوذ الإيراني تهديدا رئيسيا للاستقرار الإقليمي والاعتقاد الشائع عند العديد من المحللين الأمريكيين هو أن هناك فرصة لترامب لتحقيق كثير من الأهداف في اليمن وأن الأطراف المتنازعة هناك لن تحقق انتصارات حاسمة مع تحذير من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى كارثة إنسانية وإن استمر الصراع سيؤدي في الواقع إلى مزيد من الفقر والفوضى وهي عوامل تساعد في ازدهار الجماعات المتشددة مثل القاعدة ورغم أن الحرب لا تهدد سكان الولايات المتحدة بشكل مباشر فإنها تساهم في اضطراب ومزيد من الفوضى في الشرق الأوسط وهو وضع تستفيد منه الجماعات الإرهابية الدولية بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة كشك الصحافة لهذا اليوم نتابع الآن مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر